متابعي قناة شاهد فيديو وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال لحصة العون وولدها ينعيها بكلمة مؤسرة تابعوا معنا تفاصيل الوفاة وسبب الوفاة ولا تنسوا أبداء رأيكم ودعمينا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك توفيت مساء أمس الأسنين الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون بعد صراع مع المرض ونع نجل الكاتبة والدته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال حصة العون في زمة الله اللهم ارحم واخفر لأمي الحبيبة أم المساكين والمحتاجين واجعلها فعليين مع الشهداء والصدقين واسكنها اللهم الفردوس الأعلى من الجنة إن على فراكك لمحزنين يا قلب مشعل الرحلة حصة العون هي أرمالة عبد الرحمن الجايد الذي كان يعمل زبطا سابقا بالكوات البرية الملكية السعودية ولديها الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها وهي حاصلة على عديد من الشهادات وعملت رئيس الكثير من المؤسسات في حياتها مثل رئيس التحرير مجلد جدة اليوم وسفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشركة الأوسط كما تعد أحصة العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة وهي حصل على العدوية الشرفية الزهبية في النادي الأهلي السعودي كما حصلت على برية اختراع لمجموعة أعمال منها المحرب المتنقل المراقب الزكي وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي ولها مساهمة جدة في عدة عدد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الإسلامي والعربي وتم أداء الصلاة على الجسمان الفقيدة فجر اليوم السلساء في المسجد الحرام بمكة المكرمة كما أكد ابنها ذلك وأكد نجليها مشعل الجعيد عبر حسابه في تويتر إنها توفيت بسبب المرض وقام اليوم السلساء بصلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة وتم دفنيها في مجبرة الشهداء بينما سيكون العزاء في حي السلامة بمدينة تاجدة حصة بنت عبد الرحمن بن عون العتيبي وهي سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والتفل والأمين العام لمستثمرات العرب سابقا ورئيس جامعية صناعة المعروف الخيرية وأيضا رئيس مجلس أمانياء مركز نجود لزوي الاحتياجات الخاصة وغيرها وغيرها من المناصب التي شغلتها للأسف حصة العون تفطر كلوب السعوديين بعد راحلها وذلك لما كان لها من دور كبير ومؤثر في الحياة الاجتماعية والسعودية ومد يد العون للجميع كانت الأولى في مجال سيدات الأعمال في السعودية الأولى والمتقلقة ولأن الإنسان بعد وفاته يترك سيرة علمية واجتماعية حسنة بعد وفاته وذكرى طيبة وسيرة حسنة من بين من عرفهم وما لم يعرفهم فقد توفت الكاتبة السعودية حصة العون وسط صدمة كبيرة لمن حولها منعها وقال رحلت بنت الوطن صاحبة الأياج البيضاء مع المحتجين وأم اليتيمة سيدة الأخلاق والفكر الرفيع دفعت كثيرا عن القيم وعن المرأة المسلمة وتحملت في سبيل ذلك الكثير والكثير اللهم اخفر لها وتجاوز عنها وارفع درجاتها مع الأنبياء والصالحين اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا